مان يونيتد مهتم بإبراهيم دياز دخل الدولي المغربي إبراهيم دياز دائرة اهتمامات إدارة فريق مانشستر يونيتد الذي يهدف إلى التعاقد معه وإغرائه بلعب دقائق أكثر مع الشياطين الحمري ووفق ما كشفت عنه صحيفة مانشستر إيذن النيوز فإن الفريق الإنجليزي يتطلع لاستغلال الغموض الدي يلف مستقبل دياز مع النادي الملاكي والذي لم يحسن بعد وعدم خوضه لدقائق لعب كافية قدر تطلعاته لإقناعه بتغيير وجهته مجددا صوبة البري ميرلين وشدد المصدر ذاته على أن الفريق الإنجليزي سيعتمد كيليان مبابي ورقة رابحة بعدما أعلن ريال مدريد التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري لإقناع الدولي المغربي بعرضه خصوصا وأن مشاركات اللاعب مع الفريق الإسباني ستتراجع بسبب المنافسة القوية وأضافت الصحيفة ذاتها أنه إلى جانب مانشستر يونيتد هناك عدد من الأندية التي تهتم بخدمات الدولي المغربي وتتطلع لتعزيز صفوفها على غرار أرسنال الإنجليزي والميلان الإيطالي وقد شارك الدولي المغربي هذا الموسم مع ريال مدريد في مختلف المسابقات حيث لعب 31 مباراة في الدوري الإسباني سجل فيها ثمانية أهداف وصنع ستة وشارك في مبارتين في بطولة كأس ملك إسبانيا سجل هدفا وصنع آخر إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا في تسعة مباريات وساهم في بلوغ ريال مدريد النهائي بثلاث أهداف حيث سجل هدفين وصنع الثالث وتوجى دياز مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب هذا الموسم أبرزها الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا إلى جانب بطولة السوبر الإسباني يشار إلى أن القيمة التسويقية لإبراهيم ارتفعت حيث تبلغ حاليا 75 مليون أورو حسب آخر تحديث لموقع كرانسفير ماركت ترجمة نانسي قنقر